يأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام في فترة عصيبة ستبقى محفورة في ذاكرتنا إلى الأبد لقد عصف بنا وباء كوفيد-19 واشتاح عالمنا فجأة وبرغم هذه المأساة إلا أنها تعطينا فرصة استثنائية للنهوض نحو الأفضل يوم حقوق الإنسان هذا هو دعوة لنا لأخذ المبادرة دعوة لنا جميعاً لاختنام هذه الفرصة لبناء العالم الذي نريد ومن أجل تحقيق هذا الهدف علينا أن نعتبر من الدروس المستفادة وهي أولاً القضاء على التمييز بكافة أشكاله بما في ذلك العوامل التي تؤدي إلى جعل الأفراد والمجتمعات أكثر هشاشة بما في ذلك الفجوات في احترام حقوق الإنسان فحينما يكون فرد واحد في خطر نكون جميعاً في خطر إن التمييز والإقصاء وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى تضر بالجميع ثانياً الحد من عدم المساواة إذ أن الحماية الاجتماعية الشاملة والرعاية الصحية الشاملة والأنظمة الأخرى التي توفر الحقوق الأساس ليست من الكماليات بل إن من شأنها أن تحافظ على المجتمعات وأن تحقق مستقبلاً أكثر إنصافاً للجميع ثالثاً تشجيع الجميع على المشاركة لسيما الشباب فللجميع الحق بإسماء صوته والتعبير عن رأيه رابعاً تكتيف الجهود والمثابرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تشكل خطة عملية لإعمال حقوق الإنسان العالمية هذه الخطوات ليست فقط الصحيحة بل هي أيضاً الخطوات الذكية لا يمكنها أن تتحقق إلا عبر الدفاع عن حقوق الإنسان لأن احترام حقوق الإنسان يخلق مجتمعات عادلة قادرة على المواجهة والصمود في ظل هذه الأزمة الإنسانية يذكرنا كوفيد-19 كماماً كما هي حالة الطوارئ المناخية بأننا مرتبطون معاً كبشرية واحدة يجب أن نبادر إلى العمل فوراً فبالعمل معاً يمكن أن نتعافى بشكل أفضل ومن خلال التضامن الوثيق يمكننا بناء عالم أكثر قدرة على المواجهة والصمود وأكثر استدامة وعدالة فلندافع معاً عن حقوق الإنسان وتفوق من سبب رائع بشكل أفضل أوبًا ان習انات الحدوكة تركوز وسائل